على وقع الوضع المترد الذي تعيشه اليمن بعد أن أصبحت البلاد أرضاً مستباحة تنتهك سيادتها ويمزق نسيجها الاجتماعي نتيجة التدخل العسكري للتحالف السعودي الإماراتي تأسس مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي في المهرة ففي التاسع عشر من أكتوبر 2019 أعلن ميلاد تكتل سياسي جديد يهدف إلى وقف تدهور المستمر في مختلف جوانب الحياة اليمنية عام مر على تأسيس مجلس الإنقاذ الذي جعل نصب عينيه السعي إلى وقف الحرب ورفع الحصار وإنقاذ اليمن من حالة الانقسام والتشضي والاستمرار في رفض كل المحاولات الاكتطاع والاكتزاء لأراضي البلاد وجزرها ومنع أي استحداثات يقوم بها تحالف السعودية والإمارات مجلس الإنقاذ الوطني الذي أقر التمثيل المتساوي لكل المحافظات الجنوبية أعطى وضعا خاصا لمحافظة أرخبيل سقطرة مع تدوير الرئاسة على أساس المحافظات وليس المكونات المؤيدة والمشاركة في المجلس ومنها لجنة الاعتصام السلمي لأبناء المهرة وتنسيقية أبناء عدن والمجلس الأهلي لأبناء شبوى والتحالف القبلي لأبناء أبيان إضافة إلى عدد من الأحزاب السياسية ومنها حزب المؤتمر والبعث العربي والاشتراكي والناصري والحزب الوحدوي والرشاد وفي الذكرى الأولى للتأسيس يكون مجلس الإنقاذ الوطني قد استكمل إنشاء فرعه في المحافظات الجنوبية كافة وبدأ يخطو خطوات جادة نحو ترجمة أهدافه إلى واقع على الأرض وبرز حضور مجلس الإنقاذ بشكل لافت وفاعل على الساحة اليمنية من خلال الفعاليات الرافضة لتطبيع مع الكيان الصهيوني والوجود الأجنبي في اليمن تحديات كبيرة تقف أمام مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي المناهض للأطماع الاحتلالية والذي يسعى لإصلاح ما أفسده التدخل العسكري للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن ترجمة نانسي قنقر